موسيقى أهلا بكم إلى مجلس أخباري الآن بارك رئيس الوزراء حيدر العبادي الأحد الشعب العراقي والمقاتلين بتحقيق النصر الكبير في مدينة الموصل وذلك في أثناء وصوله إلى المدينة التي تم تحريرها بالكامل من قبضة داعش وفي الأثناء وبينما وصلت قوة خاصة إلى ضفة نهر دجلة آخر معقل للمتشددين في المدينة ألقى مقاتل داعش بأنفسهم في نهر دجلة محاولين الفرار من الأجهزة الأمنية وفق ما ذكره المتحدث باسم الجيش يحيى رسول ما زال اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا متماسكا بعد ساعة من سريانه الأحد في أحدث مسعى دولي لتحقيق السلام في البلاد وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن توصلوا إلى اتفاق لمقف إطلاق النار وعدم التصعيد بهدف تمهيد الطريق أمام هدنة أوسع وأكثر تماسكا تصدرت محافظة درعا حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها نظام الأسد على مناطق معارضة خلال النصف الأول من العام الجاري وفي تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم بلغ عدد البراميل المتفجر التي ألقيت عليها أربعة ألاف ومائتين واثنين وخمسين برميلا استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفف العقوبات المفروضة على روسيا طالما لم يتم حل الأزمتين الأوكرانية والسورية جاء ذلك بعد جولة للرئيس الأمريكي استمرت أربعة أيام في أوروبا التقى خلاله نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة دعا الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الأحد الحكومة الأوكرانية والمتمردين المدعومين من روسيا للاتزام بوقف إطلاق النار الرامي لتخفيف حدة الصراع الدامي في شرقي البلاد وجاءت دعوة جوتيريس في وقت يلتقي فيه وزير خارجين أمريكي ريكس تيلرسون الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في كييف من أجل مباحثات تهدف لتأكيد الدعم الأمريكي لكييف وحثها على القيام بإصلاحات أعلنت وزارة داخلية الألمانية في برلين أنها سجلت نحو 90 ألف طالب لجوء في ألمانيا خلال نصف الأول من سنة 2017 يشاري لأن عدد طالب اللجوء الذين استطاعوا الوصول إلى ألمانيا تراجع بشدة منذ إغلاق طريق البلقان وإبرام اتفاقية اللجوء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا توفي نائب أمين عام الجامعة العربية الدبلوماسي الجزائري أحمد بن حلي اليوم بعد صراع مع المرض في كندا حيث كان يتلقى العلاج ونعت الجامعة بن حلي الذي توفي عن عمر يناهز 77 عاما ووصفه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بأنه دبلوماسي قدير وغيور على الجامعة العربية وعلى المصالح العربية إلى اللقاء اشتركوا في القناة